سين هل الحديث الذي يشير إلى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسحر صحيح جين حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما من آئمة الحديث وتلقاه أهل السنة بالقبول والرضا ولم ينكره إلا المبتدعة قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال المازري أنكر المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم أي هناك وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوحي إليه بشيء قال المازري وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين وقال المهلب صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده ففي الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر ما ناله من ضرره لا يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض وقال ابن القيم رحمه الله قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه يعني السحر وظنوه نقصا وعيبا وليس الأمر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يعتريه من الأسقام والأوجاع وهو مرض من الأمراض وعصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهم فكونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنما هذا فيما يجوز أن يطرأ عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان والله أعلم